الأوقاف الفلسطينية وصفت ما يحدث بأنه الأخطر منذ عام 1967 ما يجري يعد سابقة خطيرة بل هو الأخطر منذ ما يزيد عن 70 عاما هنا في خليل الرحمن وتحديدا عند الحرم الإبراهيمي حيث نشاهد المستوطنين المتطرفين الذين بدأوا باقتحام ساحاته وباحاته منذ ساعات الفجر جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الأوقاف الفلسطينية بإغلاق الحرم الإبراهيمي لمدة أربعة أيام متتالية وهذا لم يحدث بالتاريخ عقب مجزرة الحرم عام 1994 شكلت لجنة تعرف بلجنة شمغار قسمت الحرم إلى قسمين وأعطي اليهود الجزء الأكبر من الحرم الإبراهيمي واتفق من قبل هذه اللجنة فقط على إغلاق الحرم لمدة عشرة أيام من كل عام اليوم نحن نتحدث عن إغلاق الحرم لأربعة عشر يوماً وهذا لم يجري منذ عام 1967 أي هذا التاريخ الذي احتلت فيه هذه المنطقة واحتل فيه الحرم الإبراهيمي 27 مرة على التوالي لم يرفع فيها أذان الفجر منذ طبعاً الاحتفالات والأعياد نحن نتحدث عن هذه الأيام بأنه منذ 27 يوماً لم يرفع أذان الفجر منذ عام 1994 لم يرفع أذان المغرب هناك انتهاكات خطيرة هذا ما وصفت به الأوقاف الوضع هنا في الخليل وتحديداً عند الحرم الإبراهيمي الغفران العرش الأيام العشر وبالتالي أعياد كثيرة إلى آخره من هذه الأعياد التي يحتفلون فيها في الخليل بالإضافة إلى إغلاق مناطق خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية يدخلون إلى مناطق كقبر عتنائيل بن كنز في منطقة شارع بئر السبع كذلك في مسافر يطا قرب البركة في منطقة ضحية الرامة بالإضافة إلى مناطق مختلفة في الضفة الغربية أبرزها قبر يوسف وهم يدعون أن رفاة النبي يوسف أحضرت من مصر إلى نابلس ودفنة هناك وهذا ما تم فيه كل الكتب وكذلك المؤرخون الفلسطينيون وبالتالي نحن نتحدث هنا عن إغلاق لكل هذه المنطقة بأكملها وعن سابقة خطيرة تحدث في الخليل وهذا يأتي كما وصف مراقبون استغلالاً لما يحدث في غزة وكذلك في لبنان وبالتالي العالم منشغل كله بكل هذه الأحداث وهنا يحاولون السيطرة على الخليل اتمار بنكفير الذي يسكن على بعد مئات الأمتار فقط من هذه المنطقة وتحديداً في حيقف عتفوت في مستوطنة كريات أربع وبالتالي هو الذي دخل إلى السجون خلال الساعات الماضية وهدد الأسرى رفقة المراسلين والصحفيين الإسرائيليين وبالتالي نحن نتحدث هنا عن أوضاع خطيرة في الضفة الغربية سينار رائد الشريف مراسل الغد من الحرم الإبراهيمي شكراً جزيلاً لك